تحول منفذ الوديع الحدودي من منفذ لعبور المسافرين والمواد الغذائية إلى منفذ لتهريب المستقات النفطية لصالح عدد من عملاء العدوان السعودي الأمريكي في ظل تصاعد الصراعات بين أدوات العدوان في الرياض كشف تكرير حديث صادر عن لجلة تحقيق مستقلة بشأن الانتهاكات التي يتعارض لها المسافرين اليمنيين عبر منفذ الوديع الحدودي في محافظة حضر موت عن عمليات تهريب واسعة للمشتقات النفطية تقف وراءها كيادات عسكرية وقبلية موالية للعدوان السعودي في محافظة مأرب وأشار إلى أن كميات كبيرة من البنزين والديزل يتم إدخالها باسم تمويل عدد من المحافظات الشمالية والجنوبية إلا أنها لم تصل إلى أي محافظة وتباع في الأسواق السوداء وقالت اللجنة إنه من خلال كشفات عبور تلك الشاحنات التبين وقف نافذين من شخصيات عسكرية يقيمون في السعودية وراء نهبها والاستحواذ عليها وأكد التكرير أن تلك الشاحنات تأتي عبر منفذ الوديعة الحدودي ويتم السماح لها بالمرور دون أي إعاقات مبديا استغرابه من تسهيل سلطات العدو في المنفذ مرور تلك الشاحنات في الوقت الذي لا تسمح السلطات الجمهورية السعودية لأي شحنة أو شاحنة بالمرور عبر منفذ إلا بعد خضوعها للجمارك وبتراخيص من العمليات المشتركة لقوات تحالف العدوان وأكد التكرير الذي أعده فريق حقوقي وإعلامي ينزار معبر الوديعة